حضراتكم معانا في دولة ماليزيا جايين عشان نشوف صناعة زيت النخيل صناعة ضخمة جداً من أول زراع حتى استخلاص الزيوت وتصدرها لكل أسواق العالم بيدخل في مئات الصناعات وأبرزها الصناعات الغذائية والدوائية والكيموية ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات الهامة جداً لكل مستهلكي العالم طيب مصر بتستورد زيت نخيل طبعاً بنستورد منصف سنوات طويلة جداً بنستورد حوالي مليون طن سنوياً قمتها تتجاوز المليار دولار من ماليزيا لوحدها بنستورد بحوالي 340 مليون دولار زيت نخيل عشان كده قررنا نحن لازم نزور دولة ماليزيا أغرب صباطة ممكن حضراتكم بتشوفوها هي صباطة نخيل الزيت بياخدوها المصانع بيتعاوه زي ما هي وزنها من 20 ل 25 كيلو وبتروح المصانع ياخدوا منها السمار تتعصر في عمليات صناعية بسيطة جداً بتحافظ على كل خواص الزيت في هذه السمار وبعد كده يتدولوه في كل أسواق العالم أسرار زيت النخيل وأهميته ومدى قمته الغذائية كل ده هنعرفه خلال زيارتنا لدولة ماليزيا وبحياد كامل هنسمع من الناس وحضراتكم أحكموا